يبدو أن بعض المدارس لا تحتاج إلى استدعاء أولياء أمور الطلبة في حال مخالفتهم لبعض ضوابط المدرسة بل هي كفيلة بتربيتهم وتعليمهم بالضرب المبرح والتهديد كحالة علي علي التلميذ المشتهد لم يكن يتوقع أنه سيكافأ بلكمات على وجهه وكسر أحد أسنانه وصفعات قوية على إذنه وجروح على وجهه أفسدت له فرحة نجاحه من قبل إحدى معلمات مدرسته ومديرها بعد أن حدث خلاف بينه وبين زملائه الطلبة وها هو علي يروي لنا تفاصيل ما حصل بمنظر يفطر القلب لأنه أنا أضلع أول أو ثاني على المدرسة هو كان أول شبير يعني متراكم عليه راسب بستاذ ابتدائي فهم لم لي جماعة من الطلاب وأتحركوا ياه أنا ضربتهم وجدت المعلمة هم ضربتني ظلت تغرب بي فأنا حطيت إيدي على راسي حتى ما تجد ضربة براسي دفعتها لإيدها قد ما تأذيت دفعتها لإيدها قالت تدفع إيدي قصة يستكاف يضربيني قصة يستكاف يضربيني كان قولي أنا عمك ثلاثيني وتضربني الطلاب سحلوا يا الله للمدير فقدوني المدير والمدير قال لي ليش تلاصنها قلت لأستاذ ما ملازنها قال لي النوبة تلاصني وضربني فظل يضرب بي حطيت إيدي همينا على راسي ضربني هنا أنا على ظلعي والد الطفل طالب وزارة التربية بفتح تحقيق بالقضية ورد الاعتبار لابنه وتوفير الحماية له خصوصا وإنه تعرض لتهديد عشائري من قبل المعلمة مؤكدا على مضيه بأخذ حقوقه قانونيا رحت لقيت المشرفة رايحة فأثناء مدى أحدش بالإدارة ودي تعذر المدير وأني مو قصدي أنا من هالموضوع المعلمة دخلت فتحت الباب ودخلت ودخلت تعيط ترفع صوتها وقالت لي مدى أنت اجتحتش علي أنا رح أقومك عشائري توجهنا إلى وزارة التربية متسائلين عن أسباب الاعتداء لتؤكد لنا ظهور نتائج أولية للتحقيق بالقضية معزية السبب أن الطالب وبحسب النتائج مفرط الحركة وأن هناك جهات خفية أججت الموضوع ليأخذ صدا إعلاميا تبين من خلال التحقيق بأن الطالب أراد أن يمد يده إلى معلمته فاستغربت لتصرف الطالب أو التلميذ وذهبت فيه إلى الإدارة لتحقق من موضوع محاولة ضربها نحن في حالة تثبوت أن الطالب والتلميذ لمدرسة النهوض إذا متعرض للضرب متعمد من قبل المؤلمة أو من قبل المدير رح يحاسب وتزايدت حالات الاعتداء على التلاميذ الصغار في الآوينة الأخيرة وتم تسجيل حالات كثيرة منها بالضرب المبرح باليد وأحيانا بالعصى إضافة إلى توجيه كلمات جارحة ما تسبب أذى نفسيا لهم وبالمقابل هناك حالات اعتداء على المعلمين من قبل ذوي الطلبة من بغداد جابر جمال قناة رشيد ترجمة نانسي قنقر